مرحباً بكم تعتبر تسونامي إحدى الكوارث الطبيعية المميتة بالعالم تتألف كلمة تسونامي من الكلمات اليابانية سو بمعنى الميناء ونامي بمعنى موجة ولكن وفقاً للعلماء لتسونامي هو كتلة مائية نتيجة الزلازل الرأسية العنيفة التي تصل لقاع البحر والتي تحدث فجأة مع موجات عالية السرعة وراء فداحة الكارثة الطبيعية للتسونامي تم العثور على اكتشافات غريبة بعيدة عن متناول العقل البشري طبقاً لبعض الباحثين حدثت بعض الظواهر الغريبة التي عادة ما يعثر عليها المواطنون حول موقع الكارثة مثل ظهور مخلوقات غريبة الشكل سنرى في هذا الفيديو بعضاً من الاكتشافات المريبة التي حدثت مباشرة بعد تسونامي ولكن أولاً مشاهدين الكرام ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد من قناتنا حقائق وأسرار أسماك متوحشة بعد كارثة تسونامي في عام 2011 اكتشفت بالمصادفة أسماك غريبة على هيئة وحوش من قبل بعض المواطنين في اليابان وكما هو واضح لهذه الأسماك أسنان مدببة وأنياب طويلة وقرون على الرأس بجانب عيون حمراء مما يجعلها تبدو مخيفة أكثر وكما قيل من قبل بعض الخبراء في علم البحريات إنها تشبه كثيراً أنواعاً قد انقرضت منذ قديم الزمان ظهرت بعض الشكوك حول صحة صور الأسماك المتوحشة وأنها تبدو غير واقعية تماماً ولكن تم الاستناد لعدد من الشهود لتأكيد صحتها هذه الأسماك على الأغلب منحدرة من عائلة سمك البيرانا الذي يعد من الأسماك النادرة والمفترسة في نهر الأمازون السمك المجدافي قبل 11 عاماً من وقوع كارثة تسونامي باليابان ظهرت في معظم المناطق سمكة غريبة أتت من أعماق البحار عرفت بعد ذلك بالسمك المجدافي أثار ذلك الأمر مخاوف المواطنين حيث يرتب الظهور الأسماك الغريبة دائماً بحدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسونامي في ذلك الوقت تم العثور على سبعة من هذه الأسماك الاسم الياباني لهذا الصنف هو ريكون نوتوكاي والتي تعني مرسال قصر الملك التنين وهو ما يشير إلى علاقة بالكوارث الطبيعية في الماضي تعيش هذه الأسماك عادة في المياه على عمق ألف متر وتتميز تلك الأسماك أيضاً بزعنفة أمامية حمراء طويلة وعادة ما تكون كبيرة الحجم حيث يصل طولها إلى أحد عشر متراً الوحوش الفروية يزعم أنه كان من فصائل قديمة وجد بعد وقوع كارثة تسونامي على أراضي الفلبين ومن الواضح أن هذا المخلوق الفروي لديه مظهر غريب جداً طبقاً للباحثين أنه يشبه الأسماك التي لديها جسم كبير مثل الحوت ولكن لديها الكثير من الشعيرات التي تشبه الفراء طوله حوالي أربعة أمتار مما يجعل من الصعب جداً نقل هذا المخلوق وفقاً لسكان المحليين لا أحد من الصيادين الذين يعرفون هذه الأسماك تنحدر من أي فصيلة مع العلم بهذه الأشياء حث الناس العلماء على الفور لحل لغز هذا المخلوق وقالوا أيضاً أن البحر قد رماه لهم علامة لشيء ما لكنهم لا يستطيعون فهم الأمر والآن إليكم بعض الأشياء الأخرى غير المخلوقات التي تم العثور عليها بعد تسونامي قبة المسجد بعد مأساة كارثة تسونامي في منطقة آتشيه في إندونيسيا تركت آثاراً عديدة يمكن للسائحين زيارتها لإحياء ذكرى تلك المأساة مثل قبة هذا المسجد التي كان يصل وزنها لثمانين طناً فقد جرفتها أمواج تسونامي لمسافة اثنين ونصف كيلو متر وصولاً إلى المحيط الهندي وفي ديسمبر من عام 2004 عانت مدن الساحل الغربي من جزيرة سومترا حيث فقدت الآلاف من مواطنيها بسبب سلسلة من الأمواج نتيجة الزلزال خلفت السفن التي جرفتها الأمواج انهياراً لما حول الشاطئ وتدمرت المباني ولم يتبقى إلا قبة المسجد التي حملتها موجات تسونامي إلى الشاطئ في نهاية الأمر برغم ثقل وزنها إلا أن الأمواج نجحت في حملها لمسافة أربعة كيلو مترات من مكان المنشأ سفن عملاقة كارثة تسونامي الطبيعية التي وقعت في منطقة دونغالا وسط سولاويسي وصلت درجتها إلى 7.4 على مقياس رختر وبناء على سؤال للمواطنين فقد انحسرت المياه قليلة الارتفاع إلى الأراضي الناجمة عن كارثة تسونامي مما أدى إلى تلف بعض السفن على سبيل المثال السفينة نوسانتارا 39 التي ترس على الشاطئ بسبب المياه المعروف أن السفينة لم تتعرض إلى التلف كلياً وعدد السفن التي تقطعت بها السبل هناك شاهد صامت على رعب تسونامي التي لا يمكن اعتبارها حدثاً دافهاً مسن محاصر عندما وقعت كارثة تسونامي في منطقة فوكوشيما في اليابان تمكن فريق الإنقاث الياباني من العثور على رجل كان يلوح بيده في وسط المحيط بعد إخلائه بنجاح تبين أنه رجل مسن ويبلغ من العمر ستين عاماً تم العثور عليه ليجد نفسه عالقاً على سطح منزله والأمواج تدفعه لمسافة أربعة عشر كيلومتر في المحيط أمام الساحل الشمالي الشرقي لليابان ليبقى هناك يومين شعر خلالهما أنها نهايته لكن القدر كانت له كلمة أخرى قال الرجل أنه قضى يومين في وسط المحيط وهو يلتصق بحطام منزله الذي اجداحته موجات تسونامي وفي هذه الحالة ذكر مسؤول وزارة الصحة أنه بصحة جيدة بعد الإنقاذ ثم نقل بعد ذلك للمشفى بواسطة مروحية منذ وقت مضى تم العثور على سفينة صيد يابانية في المنطقة البحرية في غرب كندا انجرفت بفعل أمواج تسونامي التي وقعت في اليابان في مارس من عام 2011 وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة بسبب تسونامي تحركت تلك السفينة على مدار تلك الفترة شرقاً عبر المحيط الهادئ وكذلك تم العثور على أجهزة مثل الفاز والغسالة والثلاجات وحتى البيوت على ما يبدو لم تصب تسونامي فقط السفن ولكن أيضاً دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدسون حيث جرفتها الأمواج لشواطئ كندا لمسافة 6400 كم من بحر اليابان وصولاً لكندا في هذه الأيام رجل يدعى أن مثل هذه الأجسام ستنجرف آلاف الأميال في المحيط الهادئ وبالإضافة إلى ذلك كشف أيضاً أنه وجد دراجة نارية من نوع هارلي بالقرب من شركة غراهام للخطوط الجوية التي تقع قبالة سواحل كولومبيا البريطانية لم يتوقع أحد أبداً العثور على مثل هذه الدراجة النارية ملقاة مع الحطام بسبب أمواج تسونامي التي وقعت قبالة الساحل الشرقي لبحر اليابان في نهاية الأمر تم إعادة المحرك وقطع الدراجة إلى اليابان مرة أخرى ومنذ ذلك الحين انتشرت على نطاق واسع في جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ وأن التيارات القوية سوف تجلب الكثير من الحطام بسبب تسونامي إلى الساحل الغربي من الولايات المتحدة حاويات يابانية منذ بعض الوقت تم العثور على حاوية بضائع عملاقة على الشاطئ في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة قد جاءت من اليابان كانت قد جرفتها موجات تسونامي حدثت قبل ذلك الوقت بنحو 15 شهراً ووصلتوا للحاوية الواحدة إلى ما يقرب من 20 متراً وبعرض 5 أمتار وارتفاع حوالي مترين وعلى مدار تلك الرحلة في المحيط تغطت الحاويات بالكامل بالطحالب والأصداف البحرية والقناديل وأعشاب البحر المعلقة على القوائم المعدنية للحاويات قام العلماء بفحص مستويات الإشعاع على الحاويات للتأكد ما إن كانت تحتوي على مواد مشعة ومع ذلك أظهرت النتائج أن محتوى المواد المشعة سلبية حتى الآن لا تزال هذه الحاويات على حافة الشاطئ ويقوم عدد من أفراد الشرطة بالحفاظ عليها وحتى اليوم لم يقرر بعد ما إذا كانت ستترك على الشاطئ أو ستنقل أراضي أخرى ومن الجدير بالذكر أنه لفترة طويلة كانت تلك الحاويات من الأشياء التي تجذب السياحة إلى هذا الشاطئ ستظل كارثة طبيعية مثل تسونامي تبث الرعب في قلوب العالم والتي يجب أن يتخذ كل الاحتياطات الواجبة لمواجهتها شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة